السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مع بعض شرح برنامج الاكسل للمونس المدني هنتكلم من ارضه ان شاء الله في بعض الدولة الاساسية في البرنامج اول دالة معانا اسمها دالة صم دالة تجمع صم عشان اجي دالة تشغل معاك لازم تكتب قبلها يساوي هكتب يساوي صم وافتح كوس عشان تكون شاطر في البرنامج دايما نعينك على الشريط ده لو رجعت لك هنا على الاوتوكاد كنا بنقول زمان اول ما بنتعلم الاوتوكاد دايما نعينك على شريط الاوامر عشان تفهم البرنامج عايز منك ايه فلو انا مثلا كتبت امر لاين قال لي ايه تحدد اول نقطة لو حددت له اول نقطة وكملت هنا قال لي تحدد النقطة اللي بعدها اول ما كلك في اي مكان كده الخط ايه ترسم معي نفس الكلام في الاكسل عينك على الشريط ده انا كتبت صم قال لي افتح الكوس هو فتحت كوس قال لي اختار اول رقم فلو اخترت اول رقم اللي هو الخلية دي وبصيت بعد كده هتلاقي طالب منك سيمي كومة هكتبها ازاي من حرف الكاف في الكيبورد عملت سيمي كومة وبصيت على الشريط قال لي نمبر رقم اثنين اختار تاني رقم فلو اخترت تاني رقم وبصيت لقيته برضو طالب سيمي كومة هعملها من الكيبورد طالب تالت رقم وهكذا لو قفلت الكوس وضغط انتر هو جمع لي الارقام اللي انا اخترتها طب لو انا عندي مجموعة من الارقام يعني الارقام دي كانت متكررة معي وانا عايز اجمع الارقام دي كلها هل هفضل اختر رقم واعمل سيمي كومة والرقم اللي بعد وهكذا لا انا هكتب يساوي سم هفتح كوس واعلم على الارقام دي من الاول الاخر هاسحب كده بكليك شمال لغاية الاخر واقفل الكوس واضغط انتر قال لي مجموعة الارقام دي تسعة واربعين نعملها تاني اكتب يساوي سم اول ما كتبت سم الده اللي ظهرت معي تحت مش لازم اكمل كتابة اول ما تظهر معك قدام خيار من اتنين يتضغط عليها دابل كليك ياما تضغط تاب من الكيبورد اضغط تاب اشتغلت الدلة معك اعلم على الارقام كلها واضغط انتر قال لي مجموعة الارقام تسعة واربعين لو انا عايز اجيب متوسط الارقام دي عندنا المتوسط بيساوي مجموعة الارقام على عددهم فانا جمعت مجموعتهم تسعة واربعين لو اسمتوا على عددهم هديني المتوسط عددهم كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر فاقول له المتوسط بتاعهم المفروض هيساوي الرقم ده على تلاتاشر اضغط انتر قال لي ان المتوسط بتاعهم تلاتة وسبعة من عشرة طب مفيش ده اللي هتجيب لي المتوسط مرة واحدة فيه ده اللي اسمها Average هكتب له يساوي Average اول ما ظاهرت معاك قلنا قدامنا خيار من اتنين يا double click عليها يا تاب من الكيبورد انا هضغط تاب اشتغلت معايا برضو نفس الكلام عينك على الشريط ده شوفوه طالب منك ايه طالب منك نفس الكلام في دلة ثم اول رقم وبعدين سيم كومة وبعدين تاني رقم وهكذا انا مش اعمل كده انا هسحب الارقام كلها واضغط انتر قال لي فعلا المتوسط تلاتة وسبعة من عشرة زي ما عملناه بالطريقة التانية يعني كده اتكلمنا في دلة ثم دلة الجمع بعد كده دلة Average لو عايز اجيب متوسط اي ارقام الدلة اللي بعد كده اسمها انا دلوقتي لما عدت الارقام دي عشان اقسم عليهم عدتهم تلاتاشر رقم طيب هل في دلة تعديلي اي ارقام اه دلة كونت هكتب يساوي كونت ظهرت معايا هضغط تاب نفس الكلام يعني كنا عشرية قال لي اختار اول قيمة وبعدين سيم كومة وبعدين تاني قيمة وهكذا فانا هعلم على الارقام دي كلها اول ما تغطي انتر قال لي فعلا ان عدد الارقام دي تلاتاشر طيب لو عندي مسلا واحد اتنين تلاتة A B A B C انا عندي هنا ارقام وعندي حروف خلينا نستخدم ندلة كونت ونشوف هكتب له يساوي كونت زهرت معايا هضغط تاب كونت ايه اضغط تاب هعلم على دول اضغط انتر قال لي فعلا ان مجموعهم ستة الدالة اللي بعد كده معنا دال اسمها لو عايز اجيب اكبر رقم في الارقام دي هكتب يساوي ماكسمم واعلم على الارقام دي كلها واضغط انتر اول ما اضغط انتر قال لي ان فعلا اكبر رقم هنا تسعة واربعين طب لو انا غيرت اي دالة فيهم اي خلية فيهم خليتها مثلا مية وتلاتين انا لما خليت دي مية وتلاتين انا كنت جامع الرقم ده كنت جامع الارقام دي كلها فقال لي ان الناتج هنا مية سبعة وسبعين واقبر رقم معاك هنا مية سبعة وسبعين نجرب ده لتصم تاني هقول له واحد خمسة تسعة مية خمسة وخمسين صفر اتنين هكتب له يساوي ماكسمم هعلم على الارقام دي كلها اضغط انتر قال ان اكبر رقم عندك فعلا هو مية خمسة وخمسين طب تعال على الرقم ده وغيره خليه 1000 وبص على الناتج هنا قال ان اكبر رقم عندك هو 1000 عكس الدلة دي دل اسمها مينموم يساوي مينموم تاب الدلة اشتغلت معك اعلم على الارقام قال ان اصغر رقم عندك صفر تاب لو جيت على الرقم ده وخليته سالب واحد قال ان اصغر رقم عندك سالب واحد انتقل اشتغل 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 اشتغل